تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات في ملف الكهرباء خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن الفيلم استعرض حجم الاستثمارات اللي تم تنفذها في مجال إنتاج الكهرباء وكمان تحديد منظومة نقل الكهرباء من سنة 2014 والغاية الوقت مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة افتكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب تهلك البنية التحتية لمحطات الكهرباء ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكثر من 650 مليون دولار ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل6000 ميجاوات يوميا الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقدي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة واحد وثمانية من عشرة تريليون جنيه كان أهم أركانها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر وبلغ إجمال الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه وبلغ إجمال استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكتر من 600 مشروع ليصبح عندنا قدرات مركبة قدرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء وده في سنة 2022 من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014 وده معناه أننا في تسع سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار بنهاية عام 2021 فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة منها محطة بنبان للطاقة الشمسية بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجاوات ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة ووفر أكتر من 20 ألف فرصة عمل إنشاء محطات خلايا فوتوفلطية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجاوات وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص راس غارب وغرب بكر بقدرة إجمالية 500 ميجاوات وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عام 2021 في قدرات الطاقة المتكددة غير المائية مقارنة ب2014 كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجاوات وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025 وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لـ 4.5 مليار دولار جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة وتالت أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020 عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 لـ 304% مقارنة بعام 2014 واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحدم لإنبعاثات الكربونية بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهايدروجين الأخضر ومن المتوقع أن يصل إجمال الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهايدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035 وبالفعل تمكنت نصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو واط في الساعة عام 2022 بزيادة 75% مقارنة بعام 2014 وفي خلال تسع سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قرات العالم الثلاثة أسيا وإفريقيا وأوروبا يوم عن يوم إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسع لها لجل خيرها يعمى على كل أهلينا وهي دي حكايتنا حكاية وطن